بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وازك السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات مجددا في شروحات مقرر الإدارة المالية إثنان اليوم بإذن الله سنستكمل حديثنا عن التوزيعات سنتناول التوزيعات السهمية كنا قد تحدثنا عن هنالك سياسة توزيعاتها في الأرباح ذكرنا قد تنهج الشركة أو المؤسسة أو المنظمة عدة توجهات فيما يتعلق في مصير الأرباح فهنالك ثلاث أمور ذكرناها أمام إما أن تحتفظ الشركة بالأرباح بمعنى لا توزعها وبالتالي تزيد مستوى استثمار هذه الأللا المبالغ أو أن تخفض معدل الديم من خلال سداد الديون من خلال الأرباح التي لديها أو أن توزع ذكرنا إما أن توزع على شكل توزيعات أرباح نقدية بعد ذلك تحدثنا عن توزيعات الأرباح النقدية ذكرنا هي توزيع عبر دفع مبالغ مثلا لكل سهم نصف ريال لكل سهم قد يكون ربع وهكذا بناء على حجم الأرباح وذكرنا أيضا هناك معاملات ولها رسوم هذه المعاملات المالية مرتبطة في البيع والشراء اليوم بإذن الله سنتحدث أيضا عن التوزيعات الغير نقدية وهي السهمية ولكن ذكرنا أيضا حسبة توزيعات النقدية ذكرنا أنها تأتي من خلال عدة أمور مثل أولا نجد نسبة دفع العوايد من خلال توزيعات الأرباح لكل سهم على ربحية السهم بعد ذلك يظهر لدينا هذه النسبة في هذه المعادلة ذكرنا وذكرنا عادة الشركات التي تدفع التوزيعات النقدية تتبع سياسة معلنة تعلن متى سيتم توزيع هذه المبالغ وإذا دفعت الشركة فغالبا ما تكون المبالغ مستقرة ومعروفة مع مثلا ربع ريال لكل مثلا ستة أشهر أو لكل ثلاثة أشهر وبالتأكيد العائد ذكرنا أنه يتمثل في العائد على السهم في الربح مقسوم على سعر السهم الحالي ذكرنا ما يسمى تاريخ التسجيل بمعنى هذا اليوم الذي ينبغي للمالك أن يكون أو للمساهم أو للمستثمر أن يكون مالك للسهم بمعنى هذا اليوم هو من يحدد من يأخذ التوزيعات إذا باع المستثمر السهم في هذا اليوم أو دقائق قبل إغلاق التداول سيفقد التوزيعات وبالتالي إذا باع أيضا الاستثمار أو السهم بعد التاريخ سيكون له الحق في التوزيعات إذن هذا التاريخ مهم لمن يبحث عن التوزيعات ذكرنا أيضا سهم بدون حصة توزيعات وذكرنا أيضا تاريخ الدفع السهم بدون حصة توزيعات بعدما يتم إعلان التوزيع إذن حتى لو قام الشخص بشرائه لن يستفيد من التوزيعات وبالتالي يسمى سهم بدون حصة توزيعات ومن الطبيعي أن ينخفض سعره مقارنة قبل التوزيعات ذكرنا تاريخ الدفع هو الذي يتم فيه دفع المبالغ أو التوزيعات الأرباح يحدد وبالتأكيد بالتنسيق مع البنوك أو الوسطاء الماليون يتم دفع هذه المبالغ اليوم نتحدث أيضا عن سياسة توزيع أرباح سننتقل لباء وهي التوزيعات السهمية هدافنا التعرف على هذه الاستراتيجية استراتيجية التوزيعات السهمية توزع بعض الشركات توزيعات سهمية بالإضافة إلى توزيعات الأرباح النقدية أو بدرة عنها نحن ذكرنا أن مقابل كل سهم قد تقوم الشركة بتوزيع نصف ريال أو ربع أو ريال بناء على الأرباح للشركة قد تنهج الشركة استراتيجية أيضا أخرى بدل أن تقوم بإعطاء النقد تقوم بتوزيع أسهم منح أسهم للمستثمر مثلا مقابل كل ثلاثة أسهم سهم إضافي لهذا المستثمر أو أن تقوم بالأمرين معا كانت تقوم بتوزيعات نقدية أو أيضا بأرباح أو توزيعات سهمية وتغير التوزيعات السهمية قيمة حقوق المساهمين في الميزانية العمومية للشركة لكنها لا تؤثر على أصول الشركة والتزامات بمعنى حينما يتم توزيع السهم سيتم بالتأكيد نزول سعر السهم ولكن بالتأكيد لن يؤثر على الأصول والتزامات بحكم أن نفس الأصول ولكن وزعت بطريقة أقل وسنأخذ أمثلة لكي تتضح هذه الصورة في نهاية هذا الدرس إذن التوزيعات السهمية هل تؤثر؟ لا تؤثر بالتأكيد في قيمة حقوق المساهمين وأيضا لا تؤثر على أصول عفوا تغير في حقوق المساهمين ولا تؤثر في الأصول هي تغير في نسبة الأسهم بالنسبة للمستثمرين أو المساهمين ولكن لا تتغير الأصول الأصول هي كما هي المبالغ أو رأس المال كما هو وقد يختلف على ذلك حينما تقوم الشركة مثلا بزيادة رأس المال يختلف عن مثلا المنح السهمية ويختلف أيضا عن إعادة الاكتتاب أو إعادة إصدار الأسهم وبما أن الأصول لا تزيد ولا تنخفض فلا تؤثر التوزيعات على قدرة الشركة على تحقيق الأرباح وتحول توزيعات سهمية المبالغ من أرباح مبقاة إلى أسهم عادية وإلى رأس مال إضافي مدفوع ولا تزيد توزيعات سهمية ثروة المستثمر لكنها تزيد أسهم التي يمتلكها بمعنى إذا كان لدى المستثمر مثلا ثلاثة أسهم ومنح سهم أصبح لديه أربعة أسهم إذن ثلاثة أسهم زائد سهم إذن لديه الآن أربعة أسهم لنفترض أن الثلاثة أسهم كان سعرها مثلا بثلاثين ريال لكل سهم عشرة ريالات إذن الأربعة سيكون أيضا سعرها ثلاثين وبالتالي نفس السعر ولكن تم توزيعها أو تم منح أسهم إضافية وبالتالي هذا ما نقصد به أن لا يتغير أو لا تزداد ثروة وإنما تزداد عدد الأسهم التي يمتلكها تختلف حينما يتم توزيع أرباح نقدية لكل سهم قد يكون هناك فائدة من هذا التوزيع مثال إذا كان أحد المستثمرين يملك مئة سهم تبلغ قيمة كل منها عشرين ريال سعودي إذن لديه مئة سهم وكل سهم سعر عشرين ريال قبل توزيعات السهمية قبل أن تقوم الشركة بالتوزيعات إذن قبل التوزيعات فإنه يملك أسهم بقيمة إذن سنضرب المئة بعشرين إذن سيكون مجموعة قيمتها ماذا؟ ألفين ريال سعودي هذا قيمته قبل توزيعات السهمية وبعد التوزيع تم منحه عشرة أسهم إضافية إذن المستثمر أصبح يملك كم؟ كان مئة وأصبح مئة وعشرة بزيادة عشرة أسهم إضافية من خلال التوزيعات ومع ذلك تبلغ قيمة هذه الأسهم أيضاً ألفين ريال إذن لم تتغير القيمة ولكن تغيرت أو تغير أعدد الأسهم وبالتالي سيتراجع سهر السهم بالتأكيد حينما نضرب السعر السابق عشرين في مئة وعشرة سيكون أعلى من ألفين وبالتالي لا بد من نزول سعر السهم إذن سيتراجع من عشرين إلى ثمنتاش ريال فاصلة ثمنتاشر حللة وذلك من خلال قسمة المبلغ السابق على عدد الأسهم الجديد إذن المبلغ هو ألفين وعدد الأسهم الجديد مئة وعشرة وسيظهر لدينا هذا المبلغ وهذا ما نقصد بأن لا تتغير ثروة المستثمر وإنما يتغير فقط هو عدد الأسهم التي يملكه وبالتالي مع أرباح سنوات قادمة قد يكون نالك فائدة من عملية التوزيع وبالتأكيد الشركات حينما تتبع منهجية أو استراتيجية تزيعات سهمية هي قد تحدث إلى زيادة رأس المال أو إلى تقليل سعر السهم وغيرها من الأسباب التي تدعوها إلى استخدام هذه الاستراتيجية لماذا يتراجع سعر السهم؟ يعود سبب التراجع سعر السهم إلى ارتفاع لأسهم متداولة في السوق بنسبة 10% فيما لم تزدد أصول الشركة هذكرنا أن الأصول لم تتغير وبالتالي من الطبيعي أن ينخفض السعر السهم وقد تم تخفيف قيمة الأسهم القديمة أيضا العكس ذلك على تراجع قيمة الأسهم فإذا لم تتراجع سعر الأسهم لكانت كل الشركات قادرة على زيادة ثروة مالك الأسهم عبر التوزيعات بمعنى لو كان كل توزيع ينتج عنه زيادة في الثروة ستقوم كل الشركات بتوزيعات سامية وبالتالي من الطبيعي أن يتراجع سعر هذا السهم وسرعا ما يلاحظ المستثمرون أن التوزيعات السهمية لا تزيد أصول الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح ولن يقبلوا بدفع السعر القديم مقابل عدد أكبر من أسهم وبالتأكيد سيتراجع سعر السوق ليعوض تخفيف قيمة الأصل وهذا ما يحدث بالفعل إذن هناك كثير من الشركات في سوق السعودي قامت بهذا التوزيعات ومنحت مثلا مقابل كل ثلاث أسهم سهم والبعض مقابل كل خمسة أسهم سهم إضافي وهكذا قد تكون هذا الأمر عائد على حجم الشركة واستثماراتها دعونا نأخذ مثال أيضا لكي تتضح الصورة بشكل أكبر يمتلك أحد المستثمرين مئة سهم ويتداولها مقابل عشرة ريالات وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح على شكل سهم واحد مقابل كل عشرة إذن كل عشرة أسهم سيتم منح سهم إضافي أو سيتم توزيع سهم إضافي بما أن التوزيعات السهمية لا تزيد من ثروة المستثمر فكم سيبلغ سعر تداول السهم بعد التوزيعات السهمية إذن كم سيصبح سعر السهم بعد هذه التوزيعات بالتأكيد نقوم كما قمنا في المثال السابق إذن سنضرب إذن عشرة عدد الأسهم السابق في المئة إذن سيكون إجماليها هو ألف ريال قيمة الأسهم قبل التوزيعات بعد التوزيعات اختلف عدد سعر الأسهم أو عدد الأسهم عفوا بالتأكيد أصبحت الأسهم مئة أو عفوا 11 بحيث أنه زاد سهم على هذه أو عفوا سعر السهم كان عشرة وعدد الأسهم مقابل كل عشرة أسهم سهم إذن سيزداد بعشرة أسهم إذن أصبح مئة وعشرة عفوا وبالتأكيد سنقوم بعملية نفسها سنضرب مئة الأسهم زايد العشرة أسهم إضافية وهي توزيعات أرباح للأسهم وبالتالي سيكون أيضا مجموعة لا بد أن يكون ماذا ألف ريال نحن ذكرنا لا يمكن أن يزداد ثروة المستثمر وبالتالي لا بد كيف نعرف السعر سنقسم هذا المبلغ السابق على عدد الأسهم الجديدة وبالتالي سيظهر السعر الجديد إذن ألف ريال قيمة كل سهم على مئة وعشرة عدد الأسهم الجديد إذن ألف قسمة مئة وعشرة سيظهر لديك سعر التداول ما بعد التوزيع إذن هو تسعة فاصلة تسعة هلالات إذن هذا هو السعر الجديد للسهم كما ذكرنا لم تزداد ثروة المستثمر وإنما زاد عدد الأسهم التي يملكه وبالتالي السعر بعد التداول سيكون تسعة ريالات وتسعة هلالات يلاحظ أنه عنده زيادة السهم فإن السعر ماذا سيحصل له؟ بالتأكيد سينخفض بالتأكيد سعر السهم مقابل زيادة تعدد الأسهم لحظة ذكرنا فهد وذكرنا أن فهد يعمل في الشركة وبالتالي لابد أن يفكر بجميع الاستراتيجيات أو ما يسمى بسياسات التوزيع أو توزيعات الأرباح يجب على فهد أن يحدد ما إذا كانت التوزيعات السهمية ستزيد من قدرة الشركة على النمو وإذا كانت توزيعات السهمية بديلة الأرباح إذا لابد أن يفكر هل يوزع أرباح نقدية أم يوزع توزيعات سهمية وذلك يعود كما ذكرنا لقرار الشركة وأيضا حجم الاستثمار والأرباح التي لديها وبالتالي حينما إذا كانت توزيعات سمي بديل الأرباح لكانت الفرضية صائبة جزئيا وذلك باعتبار أن الشركة لا تزال تحتفظ بالنقد المتاح إذا وزعت بالتأكيد أسهم هي لم تقم بدفع أموال وبالتالي سيكون أرباح لديها وبالتالي تستطيع استثماره وبالتالي تحقق زيادة أسهم للمستثمرين وأيضا يكون لها القدرة على الاستثمار وبالتالي هي مقارنة بالتوزيعات النقدية لو قامت بالتوزيع النقدي هي ستفقد النقد المتاح لها أو الأرباح المبقى وبالتالي لن تستطيع الاستثمار إذا كان فهد أو شركة فهد ترغب في النمو والاستثمار قد يكون التوزيعات السهمية أفضل لها وبالتالي تحتفظ بالمال بدل أن توزعه نقديا ومن ثم تقوم باستثماره لكن تستطيع الشركة أن تبقي على النقد إذا لم تدفع التوزيعات السهمية ولا أيضا يؤدي قرار دفع التوزيعات السهمية إلى زيادة النقد المتاح أما القرار بعدم دفع التوزيعات النقدية بالتأكيد سيساهم في الاحتفاظ بالنقد وهذا ما ذكرناه حينما لا تقوم بتوزيع نقد هي ستحتفظ بهذا المبلغ وبالتالي تعيد استثماره بما يعظم ثروة المستثمرين مستقبلا إذا في نهاية الدرس دعونا نستذكر ما تطرقنا له ذكرنا التوزيعات السهمية وذكرنا هي أحد السياسات في توزيعة أرباح ذكرنا هنا أن الشركة توزع أسهم بدل أن تقوم بتوزيعات نقدية وبالتأكيد ذكرنا التوزيعات السهمية التي يتم دفعها لمالك الأسهم على شكل أسهم بدلا من توزيع الأرباح نقد ذكرنا أيضا حينما توزع أسهم بالتأكيد سيتم تخفيف قيمة السهم وبالتالي تتراجع الأرباح للسهم بسبب إصدار أسهم إضافية وأيضا بالتأكيد قيمة السهم ستنخفض ذكرنا أيضا تغير التوزيعات السهمية قيمة حقوق المساهمين في الميزانية العمومية لكنها لا تؤثر على أصول الشركة بمعنى أن الأصل كما هو ولكن فقط تم توزيع الأسهم بطريقة مختلفة وبالتالي تتغير حقوق المساهمين فقط في الميزانية العمومية دون تأثير الأصول والالتزامات إلى هنا عزيزي الطلاب نكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته